احنا احنا اتكلمنا على تقلق محمد هاني عايزة برضو ادي طاهر حقه وعايزك يعني برضو تقولي رأيك انا رأيي وانا بتفرج على الماتش شايفة لاعب عنده ثقة بنفسه كبيرة جدا يا كابتن وشخصية قوية في الملعب بالرغم ان هو سنه يعني لسه صغير 23 سنة وشايفة اكتر واحد بالنسبة لي من اول دقيقة في الماتش ما كانش مغدود اصلا يعني كان بيتعامل ان دي لعيبة عادي كأنها لعيبة اي فريق في الدوري المصري عادي جدا مش حاسة انا مغدود وصق في نفسه جدا بصيا اقولك على حاجة بترجع لشخصية اللعيب طهر محمد طهر شفت له حديث بتكلم انجليش حاجة جميلة جدا جدا وحاجة مشرفة قلمة تلاقيها في لعيبة واضح ان هو مصقف جدا انه بتكلم انجليزي فريمساوي عنده شخصية الموضوع ده بيديله بنعكس عليه في الملعب انه مش خايف لانه عارف انه اه لعيبة كبيرة وكل حاجة بس انا اقدر لان انا لعيب زي زيه انا باجر على رجلين وهو نفس القصة واحد كمان صغر سنه والطاقة اللي عنده برضو مدياله نوع من القوة والاسرار هو من الناس الحديثة وطموح جدا حديثة العهد في النادي الاهلي لسه فعايز بداياته كمان كويسة مع النادي دوري السنة اللي فاتت في الاخر بطولة افريقيا ودخل على كمان كاسة علمان دي يعني بداياته قوية جدا اختصر طريق كبير جدا جدا ما كانش ممكن يحققه في المدة القليلة دي لو كان في اي نادي تاني فمن هنا خد السقة وكان من احسن الناس وكان بيواخدوا الكورة وبيروح وبيحاول يخترق بالناس جبال حواليه كان بيقاتل على كل الكورة وعنده طموح كبير قوي هو نفسه بيقول احنا مش جايين عشان زهور مشرف احنا جايين نكسب البطولة وده دليل على الطموح اللي جوه اللعب ده وعلى انه في المستقبل او مع الوقت هيكون نجم كبير جدا ده صارة كمان يقولك ايه زي ما بركز انا على شخصية اللعيب لان فيه جزء على الجهاز الفني تأهيل اللعيبة نفسيا انما انتي مهما تأهلي ومهما تجيبي اكبر دكاترة النفسية عشان تأهل اللعيب ما عندوش شخصية ومش واسق في نفسه مهما تعملي مش هيحصة انما الشخصية هي اللي بتفرق كتير او ده بن ونعكس على طار اللي كان منه جمع المباراة بالرغم الصعوبة الكبيرة لانه هو بيلعب طبيعة لعبه في مباراة مبارح انه هو دايما انطلقاتي بقى الوحده لان الفرقة مش قادرة تكمل معاه او بقى حوالي مثلا سواء ناحية المين او الشمال فيه اللعيبة تسند معاه هو بياخد الكورة ومطلوب منه ان يروح في المساحات الفاضية وانه يرقص او ياخد فاول او يروح على الجون فكان من المهام الصعبة جدا دايما الهجوم اصعب من الدفاع انت سهل او ان انت تبقي في مركز مثلا المساك او الباكرايت او الباكليفت انك تدافع كويس لان انت لما بتطلعك كورة طويلة قدام تقطعها وطلعها كورة قدام انت بطل عملت العليكي انما المطلوب من المهاجم انه لا انه وقف كورته ويبصيها صح او يحطها بين الثلاث خشبات يتيجون يعلى القل بين الثلاث خشبات فدايما الهجوم هو الاصعب من الدفاع عشان كده مبرح المباراة كانت بالنسبة النادي الاهلي مباراة تحسي ان الشق الدفاعي برغم الهدفين كان هايل وكان فيه ثبات فعالي وكان انت متعرفيش الفرقة الكبيرة دي لو انت تهوينت معهم او فتحت الملعب ممكن يحصل ليه لا 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 معروف او احنا شفنا بانينا كابتن هو بشرونة ثمانية ده كان ايه يعني ما عندهمش انهما فكرة انهما بيكتفوا يعني مش انا كسبان ارباع فتنا مهد على كده لا 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 هيفضل اجيب لحد مصر ايش الله لعشرة انت شفتي شفتي الفرقة دي التسعين دقيقة حتى وهي كسبانة اتنين واحد فيهم بياخدوا الكورة وبيرجعها لورا لا طب هتيلي بس كورة واحدة عملت كده انما كل كورة هو رايح يا جوني هجم خطر يا جوني هجم خطر يعني الغاية اخر دي هو الرجل بيلعب كده وبعدين تعالي شوفي لغاية آخر لحظة مستوى اليقى البدانية واحد كان هم لسه بدئين بالتغييرات اللي اتعملت والتغييرات اللي موجودة برا زي اللي جوه اللي عيبة نفس المستويات وعارفين بيعملوا يعني ما تحسيش ان كمان الاحتياط اللي نازل ده نشز شوية ما كانش في الاقاعة بتاع لا لا الجمال مدروسة جمال مدروسة سواء إبراهيم أو حسين أو كذا بالزبط وتفكيرهم سابق جدا يعني لفنداو بسكي هو عايز الكرة من جنابري عمالي يلا اللي هو إنجز اللي هو مطلوبة بفرجلي دلوقت هو فاهم هو بيعمل ايه هو فاهم بالزبط وعارف لما تحرك في الحتة الفلانية دي لازم الكرة تبقى عندي ما نفعش ما تبقاش عندي هم عارفين بيعملوا كويس عندهم خبرات برغم السن الصغير برضو في بعض الناس كبيرة بس الغالبية سن صغير إنما خبرات عالية جدا خاضوا كلام ده صار كتير مع المنتخبات بتاعتهم اللعبة اللي بتلعب منتخب بطولات بطولة أوروبا الدوري الألماني عندهم خبرات كتيرة جدا اللعبة اللي يزيبوني بطولات 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 بط اشتركوا في القناة